موسيقى قدمونا لأخوة المنظمات خيام ومساعدات إنسانية والله جزيهم الخير وكان عنا طموح أن يصير للأفضل والحمد لله مشي الحال وكان عنا معاونات أكتر شيء موضوع الخيام كلما تصير عاصفة بالشتة كذا مرة يبدلون الخيام من وراء العواصف تنشأ الخيام وتوقع من العواصف والهواء من المطر كنا ما نأمن نطلع نترك الخيم يزداد روعي الشغلي ما أأمن يعني كان فيه مثلا حيوانات حياية عقارب كذا وحوش بالليل أني كنا ساكنين بالجبل ما نأمن نترك بيوتنا جمعية شام الخير بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية والكويت بجانبكم أطلقوا مشروع قرية كويت رحمة وهو مشروع بناء سيؤمن مسكنا لأكثر من ثلاثمائة وثمانين عائلة من المهجرين الموجودين في المخيمات العشوائية في منطقة عفري والله مشروع قرية كويت الرحمة هو مشروع مستهدي في المهجرين والنازحين واللي ما عندهم مقوى وتم إنشاؤه تم إنشاء ثلاثمائة وثماناوة سبعين بيت في منهم ثمانين حاليا قيد الإنشاء وفي ميتين وثماناوة سعين تم تجهزهم وتسليم قسم منهم للعائلات الفقيرة والعائلات النازحة الكتلة السكنية هي عبارة عن تسعة وثلاثين متر مربع تتألف من غرفتين وفسحة سماوية وحمام ومطبخ طبعا بأمن الخصوصية وبيأمن الأمان وبيأمن الاستقلالية خدمات الموجودة بالوحدات هي أولا تم تمديد شبكة صرف صحة شبكة طرق لتخدم كافة البيوت بدون طيم بدون أي إعاقة وتأمين كمان تم بناء مسجد وبناء مركز تحفيظ قرآن بالإضافة إلى عندنا مدرستين قيد الإنشاء هاي حاليا وعشر محلات تجاري طبعا هاي بيصير تسليمة لعائلات فقيرة وممكن حتى تشغيلها من قبل الجمعية لصالح عائلات فقيرة يعد المشروع خطوة أولى لتخفيف معاناة الأهالي في المخيمات خصوصا مع الصور المؤلمة المتكررة لغرق الخيام أو اقتلاعها كل موسم الشتاء ستؤمن مثل هذه المشاري حدا أدنى من خصوصية كانت مفقودة في المخيمات بالإضافة إلى الخدمات التي تخفف من معاناة أهالي المخيمات صيفا وشتاء هاري طاطين تلفزيون سوريا منطقة عفرين ريف حلب الشمالي